اشتركوا في القناة الى البحر وجلس على الشاطئ فرأى نملة تحمل حبة قمح تذهب بها نحو البحر فجعل السليمان ينظر حتى بلغت ماء البحر فإذا الضفضع قد أخرجت رأسها من الماء وفتحت فاها فدخلت النملة وغاصت الضفضعة في البحر ساعات طويلة وظل سليمان جالسا يفكر في ذلك متعجبا من أمر هذه النملة وهذا الضفضع وما زال سليمان يتفكر في الأمر ودعاها سيدنا سليمان ليسألها ما شأنها وأين كانت فقالت النملة يا نبي الله إن في قعر البحر الذي تراه صخرة مجوفة بها دودة عمياء وقد خلقها الله هناك فلا تقدر أن تخرج لطلب معايشها وقد وكلني الله برزقها فأنا أحمل رزقها وقد سخر الله تعالى هذه الضفضعة لتحملني فلا يضرني الماء فقال سليمان عليه السلام وهل سمعت لها من تسبيحة قالت نعم إنها تقول يا من لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك ترجمة نانسي قنقر تعددت معجزاتك وزادت الافتراءات عليك يا نبي الله لابد أن تكون لنا خطة بديلة فخطتنا بإصارة الشبهات حول سليمان لم تنفع نقول إنه تقاتل مع إخوته للفوز بالعرش نقص رواية أبشالوم بن داود الذي سلك طريق الأشرار وحاول أن يأخذ الملك من أبيه وإنه أحق بالملك من سليمان يا هشان المحروف أن أبشالوم كان شريرا وأنه مات بعد أن أعلن الحرب على أبيه داود وهذه أمور سيشكك فيها الناس لا عندي فكرة أقوى فما هي يا قسام نجمع أموالنا ونقيم كيانا ماديا قويا نجذب به البسطاء نحونا هيا فلنجمع أموالنا ونقوي تجارتنا أدفع عمري لإسقاط سليمان من عرشه هذه الخطة محكمة ولن تخيب هذه المرة كهرمانا هل حدتك ألصاف في شيء؟ لا يا ساجية لم يحدثني لعل الله يشرح صدره لك يا حبيبتي اللهم اختل لي وله الخير آمين من الطارق؟ لا أعرف من بالباب؟ أنا من أعطيتك الذهب والفضة لتتوقفي عن اتباعك لسليمان من أنت؟ ومن الذي بعثك إلي؟ بانوا إسرائيل إسرائيل كلها أصبحت ضد سليمان الساحر المزواج بل أنتم الكاذبون أنتم المحردون على اتباع الهوى والضلال إذن أنتم لا تريدون الذهب والمال؟ لا نريد منك شيئاً لماذا البكاء يا ساجية؟ هوشان هو الذي حرد الناس على نبي الله هوشان؟ اللهم اهدي قلبه يا رب العالمين هوني عليك يا أخته هوني عليك يا قوم يا قوم هل يستطيع أحدكم أن يجيب عن سؤالنا؟ لماذا يتزوج سليمان كل هؤلاء النساء؟ لماذا؟ إنه حب الدنيا وحب الشهوات وحب الطرف والبذخ البعض منا قد لا يجد امرأة واحدة يتزوجها فكيف لسليمان كل هذا؟ كيف؟ الله الله الذي من على نبيه سليمان بتسخير الإنس والجن والريح والطير أراد أن يمن عليه بفضل بزواجه بكل تلك النساء وكم عددهن يا ترى؟ الله أعلم ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء يريدون أن يقضوا على نبي الله سليمان ماذا فعل لكم هذا النبي الملك الذي رفع الله به بني إسرائيل؟ لا أدري ماذا يريدون من نبي الله سليمان متى ستصبح ملكا لسابئ يا عروة؟ لقد مللنا من بلقيس وحاشيتها الغبية قريبا قريبا يا بلقيس قريبا سأتوج ملكا على عرش سبا وكان سليمان عليه السلام إذا جلس على كرسيه جاءت الجن والإنس والشياطين فاصطفوا حوله على كراسي معدة لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وظل سليمان يدعو ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ترجمة نانسي قنقر 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 الذي يملك كل شيء شكرا 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 بعدها رجع سليمان لملكه أقوى بعد أن استغفر وحمد وشكر فلقد وصل إيمان سليمان لحق اليقين ترجمة نانسي قنقر سليمان هدو 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكانت معركة كبيرة وحاصر سليمان وجنوده جنود غولان وهزمهم وفر جنود غولان من المعركة وفر شركيس ولده أيضا ثم قتله أحد جنود سليمان وقتلوا الساحر الضال وألقى جنود غولان أسلحتهم أسامعتم الخبر الأكبر سليمان لقد هزم سليمان ماذا تقول؟ هزم سليمان نعم وسيعود الجيش مقهورا ذليلا وتنتهي أسطورة سليمان علينا أن ننشر هذا الخبر بين الناس لقد انتهى هذا الساحر سليمان إلى الأبد سأعد نفسي لأحكم بني إسرائيل ولكن من أتاك بهذا الخبر يا هشان؟ لي رجال أدفع لهم من مالي ليأتوني بأخبار سليمان شكرا هل هزم جيش نبي الله سليمان؟ كيف؟ كيف؟ وهو النبي الطقي الورع كيف هزمت يا نبي الله؟ وأنت على الحق كيف؟ كيف؟ عاد سليمان منتصرا عاد بالغنائم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لانقضاء لها ولانسرام على مر الليالي والأيام عدد كل وابل وطل ملك السليمان الذي أذهل الكون كله نبوة السليمان التي اهتدت بهديها أمم وبلاد خلق السليمان الذي أثر في أعدائه قبل أتباعه من طيبته ولين حديثه وبساطة خطابه وكل هذا من عطاء الله تعالى واليوم حديثنا عن خاتم سليمان عليه السلام فالبعض يروي أن سليمان دخل الخلاء وترك هذا الخاتم مع زوجته فتمثل لها الشيطان في صورة سيدنا سليمان فأخذ هذا الخاتم وعندما خرج وعندما خرج سيدنا سليمان قال لها أين الخاتم قالت أعطيته لسليمان فقال لها أنا سليمان فقالت له إنك كاذب وألقى الشيطان الخاتم في البحر وخرج سليمان من القصر ضعيفا فقيرا حتى وجد خاتمه في سمكة كان يأكلها فأخذ الخاتم وعاد إلى القصر هذا الذي بينكم ليس بسليمان فلقد تمثل الشيطان به هيا يا بني إسرائيل ادخلوا هذا القصر لنخرج منه الشيطان فلقد تخلصنا من سليمان يا بني إسرائيل ما كان للشيطان أن يتمثل بنبي الله سليمان عليه السلام وما أدراك يا ألصاف هل تعلم الغيب وهل تعلم أنت الغيب فكيف تمكن النبي سليمان من تسخير الجن والشياطين ثم تمكن الشيطان من سليمان ما يقوله ألصافه والحق فلقد وهب الله سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لكم عندي مفاجأة كبرى ستغنيكم عن سليمان كهرمانة ماذا يا أخي ألصاف لم أكن أعرف أنك بكل هذه الشجاعة في المواجهة لم أفعل شيئا غير أنني دافعت بالحق عن نبي الله سليمان كان بإمكانك الصمت مثل ما صمت وإذا صمت ولم أتكلم أنا ولا غيري إذن لأصبحه شان على الحق وضع الدين سعيد أنني قابلتك اليوم وتعرفت على حقيقة شخصيتك أشكرك أراك على خير وعليكم السلام فلقد دافع الله عنك يا نبي الله سليمان ما بك يا هشان ماذا أصابك يا زوجي سليمان سليمان لا أستطيع الانتصار علي حتى الآن ولماذا يا هشان ترهق نفسك بالعمل على هزيمته لأنني أحق منه بكل هذا ولماذا أنت الأحق منه لقد أخذ أبوه داود النبوة وأخذ سليمان الملك ونحن نشاهد ونصفق لهما اهتم بأمرك يا هشان اهتم بتجارتك اهتم ببيتك بيتي بيتي الذي ليس فيه ولد يسعد قلبي ويحمل اسمي من بعدي دعيني 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 أنام أو أو أشرب كي أنسى وكان سليمان يأمر جنوده فتنفذ أوامره في الحال فكان يأمر الهدهد أن يبحث عن موارد الماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهتم ترجمة نانسي قنقر شكرا أفاض الله على سيدنا سليمان من نعمه وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده عليك سلام الله يا سيدي سليمان ساجية يا ساجية اسمحي لي بالانصراف يا ساجية اسمعي أنا لا أحب هذه المرأة لا أحبها فهي من أتباع سليمان وقلت لك أكثر من مرة لا أريد أن أراها هنا في بيتي ها سأعد لك الطعم أنت ستكون وزيرا للزراعة وأنت للتجارة وأنت للصناعة أريد أن تصبح المملكة متقدمة على كل البلاد المحيطة خصوصا الحبشة أخشى عليك من قيادة المملكة يا عروة لقد تركها الملك ضعيفة متهاوية ماذا قلت؟ هذا مستحيل اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم احفظ نبيك سليمان من كيد الكائدين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا كم أنا سعيدة يا كهرمان أنمن الله علي وجئت إلى هنا لأتعبد عصى الله أن يجعل لي مخرجا فلا أغادر المحراب أبدا اشتركوا في القناة 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 اللهم اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء شكرا 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 لقد انهزم سليمان في البحر وغرق وانتهى عصره انتهى عصر هذا الكاذب وآتى عصر أهل الخير والحق هذا هو شان الصادق هزم سليمان وجيشه كيف؟ كذب وافتراء لقد غارقت سفنه في البحر وهزم الجيش لقد زينت العرش يا مولاي سأظل هنا طوال عمري فوق هذا العرش ولسوف يحكم أبنائي من بعدي ولن أسمح لبلقيس أن تعود إلى القصر مرة أخرى مولاي أنت ملك هذه البلاد وحاكمها الأعظم نعم نعم ولكن لا بد من إلقاء القبض على بلقيس هنيئا لك بالملك يا مولانا الملك ما أصعب أن تحب أمرأة زوجها الذي يخالفها في عقيدتها ودينها هشان هشان صامت دائما يخفي عني أشياء كثيرة هشان هوني عليك يا أخته هوني عليك آه ما زال عندي أمل يا كعرمانا ما زال عندي أمل أن يعود إلى رجده ألم أقل لكم إن الحرب ضد سليمان فاشلة الناس تحب سليمان وتهتدي بكلامه لقد انهزمنا هزمنا سليمان وصلتنا أخبار أن عمرا أخاب القيس ما زال حيا وأسيرا لدى الأحباش ماذا؟ آه لابد من التخلص منه لابد أن نقتلع هذه الأسرة من جذورها حتى أن فرد أنا بالحكم هيا اجمعوا لي أموالا كثيرة تكفي لشراء كل هذه الضمائر من هذا الذي أنقذك؟ ولماذا؟ مع من أنت يا هشان؟ وضد من؟ تائه أنت؟ حائر أنت؟ تكلم تكلم يا هشان؟ أتكلم قد أقول يا ساجية أنا لا أعرف أي شيء اللي أقوله لا أعرف أي شيء غير أن سليمان لابد أن يترك الحكم والملك لا فائدة لا فائدة إني ذاهبة إلى السوق هل تريد مني شيئا؟ سليمان إنه عدوي الذي لا أعرف كيف أقهره لقد حول سليمان حياة بني إسرائيل إلى جنة وقدم نموذجاً عملياً بأن الأخلاق تبني الأمم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اهد قلب زوجي هشان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً أيضاً بيش teste شكرا 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 وهكذا انتصر سليمان على غولان وحرر البحر من ظلمه وجبروته وهذه لمحات من معجزاته مع الجن والشياطين ان لنا اليوم مهمة عظيمة قد كلفنا بها الملك سليمان حسنا ما هي هذه المهمة بالتأكيد هي مهمة شاقة علينا ان نخوض في هذه الجبال لنخرج منها الحلية والذهب والياقوت ثم ماذا بعد ذلك يا اخي الشيطان سوف اقول لك هيا بنا هيا اشتركوا في القناة 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 لقد مليلت هذا العمل الشاق يا اخي الشيطان اصمت اصمت وإلا عاقبك سليمان كل يوم عمل شاق عمل شاق مرة في البحار ومرة في الجبال هل امتلأ جوالك باللؤلؤ والياقود؟ هيا حتى يمتلئ عن آخره لقد امتلأ ولكنني مللت هذه الأعمال الشاقة وسأعصي أوامر سليمان أرى أن عقابك من الملك سليمان سيكون راضعا منذ أن سخرنا الله ونحن نعامل كالعبيد ننفذ أوامره ولا نستطيع معصيته أبدا ولكنني ولكنني سأتمرد عليه لا 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 أنصحك بهذا فنحن مسخرون لسليمان طوال حياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا اعرفت كيف يكون عقاب سليمان للشيطان العاصل أمره؟ لا قل لي أتذكر يوم أن أضاع أحد الشياطين لؤلؤة كبيرة؟ تذكر حديثه مع سليمان الملك؟ وسأل سليمان عليه السلام الشيطان عن ذنبه لقد أخذت لؤلؤة كبيرة خرجت بها من البحر ولم أتاهى بخزائن القصم فسأله سليمان عليه السلام أين خبأتها أيها العفريت؟ سأروي لك ما حدث يا ملك سليمان لقد غصت مع الغائصين وأخرجت لؤلؤة بحجم رأسي إنسان وظننت أنني بهذه اللؤلؤة سأحظى برضاك طوال حياتي وفي طريق عودتي إن قد علي مارد جبار خطفها مني واختفى بين طيات السماء ولم أستطع لحاق به فقال له سليمان عليه السلام إن كان حقا ما تقول سأعرض عليك الجن لتخرجه من بينهم لو كان هذا الجن ممن تسخرهم ما استطاع أن يهزمني فأمر سليمان بحبسه لا لا يا سيدي سليمان لا 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 حتى تبين له أنه صادق فأخرجه يا إلهي ما هذه القوة إن لسليمان لقوة وصطوة علينا ويجب أن ننفذ أوامره من يعصي سليمان سينال عقاب الحبس في القارورة الزجاجية مدى الحياة لا لا أستطيع ذلك فإن حريتي أهم حتى لو كان العيش في شقاء متى نتخلص من هذا الذل وهذه المهانة؟ ليس قبل أن يموت سليمان ومتى يموت سليمان؟ لا أعرف ولكنه أضاع هيبة مملكة الشياطين ومن يتكلم ينال عقابا أليما إنه سليمان سليمان هوشان إلى أين أنت ذاهب؟ سأسافر في تجارتي لعل أنسى ما أنا فيه من هموم تتركني هنا وحيدة يا زوجي العزيز هوشان ما رأيك أن تتزوج بمرأة أخرى؟ ماذا؟ أتزوج؟ نعم، تتزوج كي تنجب طفلاً يعطي طعماً لحياتك ساجية أنا أحبك حباً شديداً ولا أتخيل حياتي بدونك ولكني لست سبباً في سعادتك يا هوشان ولست سبباً في تعاستي أيضاً يا زوجتي الطيبة هوني عليكي ترجمة نانسي قنقر 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 سافر سافر يا أخي ولا تقلق فأنت وزوجتك أمانة في عنقي أعرف هذا يا بنيمين قل لي ماذا فعلتم بالذهب والجواهر؟ الجواهر؟ سافر يا أخي وعندما تعود نتحدث ترجمة نانسي قنقر 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 وتتوالى المعجزات على يد سليمان الحكيم وتتوالى معها الحروب والشائعات حوله سليمان الذي سخر الله له كل شيء وما زال يحمد ربه على نعمه سليمان والتعبد لله تعالى في جوف الليل يسبح ويحمد ويستغفر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبركة على هذا الوجود انظر حولك يا أزدي أصبحت الحضارة في كل مكان وهي المعجزات تتوالى كل يوم لقد أسال الله لسليمان النحاس فصار يجريك الماء سبحان الله وبحمده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لقد انهزمنا هزمنا سليمان إلى أين أنت ذاهب يا هشان؟ سأسافر في تجارتي يا بن يمين عندما أعود نتدبر أمورنا مع سليمان سافر سافر يا أخي ولا تقلق فأنت وزوجتك أمانة في عنقي لابد من مراقبة كل شيء في حياتك يا هشان يا وزير شرحبيل ماذا يا منذر؟ أتذكر أيام الملك إذ كان لكل شيء في المدينة خرائط دقيقة نعم لكن لا أعرف أين هذه الخرائط لو عفرنا على الخرائط لا استطعنا الهروب كيف؟ كيف ونحن هنا في انعزال تام عن البلاد؟ وهل تعرف الملكة بلقيس مكان الخرائط السرية للسجن؟ لا أعتقد أن الملك أعطاها هذا السر إذن مع من السر والخرائط وأين مكانهما؟ أفلتت مني فلتلحقوا بها ولتأتوا بها راكعة تحت كدمي هوني عليك يا ساجية سيعود هشان بإذن الله فلا تقلقي لا أدري إلى أين ذهب ولماذا؟ من أي شيء يهرب يا كهرمانة؟ ماذا لو آمن بسليمانة وصدق؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فاصبري اللهم رده إلى الحق يا رب العالمين مرت الشهور وأنت وحيد وغريب يا هشان وعن ماذا تبحث؟ ومماذا تهرب؟ يا ترى كيف أنت الآن؟ يا زوجتي الطيبة أما من طريقة للهروب من هنا؟ ربما يوجد هناك مخرج لا مخرج إلا أن يدرك الناس ما جرى لهم الخرائط؟ من يجد الخرائط يجد المخرج فأين الخرائط؟ هتريدون الطعام؟ أخرجنا من هنا هيا هيا ولوه لمجرد أصدقاء شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين واردت وما زال سليمان يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزة خارقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وتفرغ سليمان للبناء وإقامة الحضارة بكل مقوماتها وأسسها زاد الرخاء في عهد سليمان الحكيم فلقد اهتم سليمان بالعبادة وبالعمل وكانت السفن تعود بكميات هائلة من الذهب والفضة سليمان عليه السلام يحب البحر فهل سنبني حضارتنا في البحار؟ ربما فإن الله قد من على نبينا ما لم يهبه لغيره فها هي الجن تعمل التماثيل والمحارب وقد اهتم سليمان عليه السلام بشؤون البلاد الداخلية فشجع التجارة وأنشأ أسطولين كبيرين أحدهما في بحر الروم والثاني في بحر القلزم وكانت سفنه تجوب البحار وتصل بلاد الشرق ببلاد الغرب وتفرغ سليمان للبناء وتفرغ سليمان للبناء تحفر الآبار وتقطع الحجارة من الجبال وأصبح الناس في عمل دؤوب ونشاط واخضرت الصحراء وأزهرت وتجملت حياة بني إسرائيل هيا احملوا البضائع إلى السفن حتى تصل في موعدها وقام سليمان بتعمير كل شيء في البلدان فأصبحت الشوارع ممهدة وأصلح الأرض وحولها إلى أراضي زراعية وقطع الأحجار من الجبال وبنى بها المنازل وعمل الميادين الفسيحة للناس وصنع في الميادين أوعية كبيرة حتى إذا ما نزل المطر امتلأت عن آخرها وزرع البذور في الأرض فأثمرت فتحولت حياة بني إسرائيل إلى نعيم ورخاء وسعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولقد اهتم سليمان بجيشه وتسليحه وأمده بالدروع وبالصافنات الجياد والخيول العربية الأصيلة فلقد كان يشتريها بنفسه إعجابا بها يقولون إن نبي الله سليمان يجهز جيشا عظيما سيخد به حربا كبيرة الملك سليمان لا يمل من فتح البلاد لنشر دعوة التوحيد والإيمان وهو في نفس الوقت لا يكف عن العبادة والطاعة ويؤدي ما فرض الله عليه من طاعات أتعرف ما أخشاه في حياتي أن أصبح يوما ولا أجد سليمان الحكيم بيننا لا تذكرني بهذا يا رجل أطل الله عمره وثبت ملكه شكرا الله تعالى حكيم يتصرف في ملكه كيف يشاء لذا أعطى سليمان ما أعطى ولم يحجر عليه في العطاء حارب سليمان الفقر وساعد المساكين شكرا 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 لقد حول سليمان حياة بني إسرائيل إلى جنة وقدم نموذجا عمليا بأن الأخلاق تبني الأمم شكرا كل هذه المجوهرات يرفضها الفقراء حبا في سليمان يا بنيمين لم يعد هناك فقراء في بني إسرائيل يا قيساء لم يعد كيف يمكن لنا أن نقضي على هذا الملك الساحر؟ يا قيساء لو كان سليمان ساحرا لهزمناه بسحر أعظم ماذا تقول يا بنيمين؟ هذا الرجل نبي ولكنه نبي يقف ضد رغباتنا وشهواتنا إن كان حق النبي إذن لن تفيد هذه الحرب عليه قيساء ما رأيك لو اقتسمنا هذا الذهب بيننا؟ ماذا؟ حتى إذا ما فشلت خطتنا، وذهب الناس عنا، وجدنا مالا، وعزا، وجاها وماذا عن هشان؟ كيف سنخدعه؟ هشان لا يفكر إلا في هزيمة سليمان ولكنه شريك لنا لا مجال اليوم للشركاء هيا يا عمر، اذهب وقل كلمة السر لجيوشنا في الصحراء حالا يا قائد منذر وأنت يا شرحبيل، اذهب واجمع رجال المملكة لتاقف في وجه عروة سمعا وطاعة يا مولاي عمر، أين الملكة برقيس؟ سمعا وطاعة يا مولاي عمر، أين الملكة برقيسة؟ سمعا وطاعة يا مولاي عمر، أين الملكة برقيسة؟ وهكذا خرجت برقيس من دهاليز قصرها هاربة من غدر الطامعين في ملكها تاركة عرشها لمن حاولوا ونجحوا في الوصول إليها ستأتي عندما تستقر الأمور هيا يا جنود، هيا لقد أمسكت خيطاً سيلتف حول عنقه شان ليقتله حقاً؟ وما هو يا بنيامين؟ راجل تسلل إلى منزل ساجية في ظلمة الليل ومن هذا الردل؟ لا أعرف، ولكن سأعرف، وكل الشعب سيعرف بلقيس، 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 بلقيس إنها كلمة السر، لقد عاد القائد منذر لقيادة الجيش هيا لمطاردة عروة وجنوده هل عادت الملكة بلقيس؟ أنتم من ستعيدون الملكة لعرشها، مستعدون؟ قُلُّ لَمَعَقْ! قُلُّ لَمَعَقْ! قُلُّ لَمَعَقْ! قُلُّ لَمَعَقْ! قُلُّ لَمَعَقْ! قُلُّ لَمَعَقْ! عمر؟ حه، يا رجل أين كنت؟ طالت غيبتك راه أيها الخائن، حانت نهايتك مولاي عمر، ماذا بك؟ لا تقلق، لقد فر عروة، اتبعها والحق به هيا لقد فر بخيانته، ولن أتركك يا مولاي مولاتي بلقيس، مولاتي بلقيس، أنا عمبر، أنا عمبر عمبر، عمبر، أنا هنا يا عمبر عمبر، عمبر عودي إلى عرشك يا ملكة البلاد عودي إلى عرشك طمئني عليك يا مولاي عمر لا شيء يا منذر، فقط نريد أن نعيد بناء المملكة الشعب كله يريد ذلك يا مولاي أرسل لكل علمائنا في كل مكان فلا حضارة بغير علم، نريد أن ننهض بالبلاد سمعاً وطاعة يا مولاي ها ها هاها ها 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 ياله من مغفل أحمق، إمرأته تخونه وهو لا يدري ها 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 أهو، هاهو، أنا في غاية السعادة اليوم، اليوم فقط تخلصنا منه شان إلى الأبد فإن عاد فسيقتله بن إسرائيل بعد أن يقتلوا زوجته وعشيقها وماذا لو تخلصت منك أيضا يا بن يمين بسم قاتل حتى يصبح الذهب والمال لي وحدي أعطني كأسا أخرى أسقني خمرا يا قيساء هذا ما سأفعله يا بن يمين فانتظرني قليلا ماذا لو قتالتك يا قيساء وأخذت الذهب والمال لي وحدي في أشهر قليلة قاويت شوكة هذه المرأة وعاد لها ملكها وأنت هنا يا عروح تصارع الذئاب في الصحراء ضاع جيشك راح سلطانك ولم يبق لك سوى هذا الفرس وشربة ماء ولا تقوى على العودة مرة أخرى لبلادك لا بد أن ننهض بالبلاد لتكون في مصاف الدول المتقدمة لقد انهار سد مأرب يا مولاتي يرمى مفورا يا وزير شرحبيل واجمى لي وزراء المملكة هذه الليلة سمعا وطاعة يا مولاتي الملكة ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة وكان سليمان عليه السلام إذا جلس على كرسيه جاءت الجن والإنس والشياطين فاصطفوا حوله على كراسي معدة لهم وجاءت جميع الطيور التي سخرها الله تعالى لسليمان وكان لكل طائر مكان مقدر له فإذا أشرقت الشمس على من بالمكان نظر الحاضرون أي الطيور قد تواجد وأيهم قد تخلف عن وظيفته ويا ويل من تخلف من عقاب سليمان الحكيم فكان يأمر الهدهد أن يبحث عن موارد الماء ما الذي تفعله ساقية في غيابك يا هشان يا من ذهبت ربما بلا راجعة يا هشان فضيحة كبرى لهشان وزوجته يا قوم أفيق يا قوم لتشاهد ما يجري في بيت هشان لتعرف الحقيقة قوم يا بني إسرائيل يا حورية أمرك يا مولادي أريد أن أنهض بالبلاد أريد أن أجعلها جنة على الأرض أثق أن كل أحلامك ستتحقق يا مولادي كم كنت أفتقدك يا حورية كم كنت أفتقدك كم كانت أياما صعبة يا مولادي أتسمعين يا حورية؟ أتسمعين؟ الشعب جاء يعبر عن حبه لي تستحقين يا مولادي كل هذا الحب يا مولايا سليمان إن الهدهد إن الهدهد ليس موجوداً غضب سليمان عليه السلام وأخذ يتفقد الطير فوجد مكان الهدهد خالياً فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين يا رجل ألم ترى الهدهد اليوم؟ الهدهد؟ لا لا لم أرى الملك سليمان يسأل عن الهدهد يا ويل الهدهد من عقاب نبي الله سليمان لا أدري ما الذي فعله الهدهد بنفسه سليمان لن يتركه هذا الهدهد لابد أن وراءه أمراً عظيماً الله أعلم ما الذي يحل بيني وبين بلقيس أجل لا مكان لليأس فلقعد مرة أخرى والأجمع رجال لأجهز على هذه المرأة وعاد الهدهد في ذل وخضوع إلى الملك سليمان فوجده صاخطاً عليها فقال له سليمان أين كنت أيها الهدهد؟ وما هو سبب مخالفتك أمري؟ فقص الهدهد على سليمان قصته كلها وما رأى عند بلقيس فابتسم سليمان وقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ترى هل سيكون لهذا الهدهد شأن في تاريخ البشرية سيغير شيئاً ما في البرية؟ أيها الهدهد من أين جئت؟ وماذا تريد؟ فأنت جميل أنت جميل جداً ما أبدعه من هدهد؟ حرية هيا نصلي للشمس لنشكرها هي من أعادت لك الملكة يا مولادي في أمري؟ نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليكي فانظري ماذا تأمرين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون أنا لا أرغب في حرب أخشى منها الهوان لقومي هوان لا يستطيع أحد هزيمتنا يا ملكة البلاد فنحن الأقوى دائماً سأرسل إلى سليمان بهدية فإذا كان من طلاب الدنيا قنع بها ورجع وإن رفضها يا مولادي إن رفضها فهو صاحب مبدأ لا يحيد عنه جهزوا الهدايا لسليمان وأولها صندوق ممتلئ بالذهب والأحجار الكريمة هيا سمعاً وطاعة يا مولادي قضر سليمان إلى الهدايا وقال من أين هذا؟ هدايا من الملكة بلقيس إلى الملك سليمان فقال السليمان أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون هذا ما حدث يا مولادي اسمعوا إيتوني براية بيضاء سنحملها ونذهب بها لسليمان سنذهب لسليمان طائعين ماذا أفعل يا سليمان حتى أقضي على ملكك حتى الفقراء والمساكين لا يريدون مالي لا يريدون مالي ذهبي وفضتي لا يريدون طعاما ولا شرابا ولا كساء ماذا فعلت لهم يا سليمان أقراهك يا سليمان أقراهك واجتمع سليمان بهم وقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك قبل أن تقوم من مكانك أي قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قرب الزوال وأما قوله وإني عليه لقوي أمين أي وإني لذو قوة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ما ألذ هذا الخمر يا قيساء لعله آخر كأس يا بنيمين أعطيني تفاحا يا قيساء ابتعد عني ابتعد هلانا قتلت قيساء وضاعه شان وستصبح الزعامة لي في بني إسرائيل لن أظل تابعا لأحد بعد اليوم المال والذهب والسلطان لي بطني يتمزق ماذا سقتني قيساء غدرت به من أجل الذهب والمال قيساء بن يمين خائنة وخائن تقاتل من أجل ماذا كل هذا من أجل ماذا من أجل ماذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سليمان نبي الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله فالق الحب والنوى الحمد لله الذي أنار بصيرتك يا زوجي الحبيب هيا معي يا زوجتي الطيبة المؤمنة إلى أين إلى المحراب لنصلي سوي يا لكم تمنيت هذا يا هشان هيا لندعو الله ليرزقنا الذرية الصالحة عاد الهدهد إلى سليمان وأخبره بخروجها فأمر سليمان الجن أن يعد لها بنيانا لتنزل فيه وكانت الجن تبني الصرح حيث جعلوا له طوابق من قوارير بيض كأنه الماء وجعلوا تحت الطوابق صورا من دواب البحر فأصبح من ينظر إلى أرضه الزجاجية يظن أنها بحيرة بمائها وأسماكها ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 اللهم صل على محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة مات سليمان على كرسيه ولا يعلم أحد بموته عليه السلام فأخذت الجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي والروايات كثيرة ومتعددة في طريقة وفاته ولكن وصلت إلى ساعة أن نبي الله قد وافته المنية وما زال سليمان يعطينا العبرة والعظات ويزيدنا إيمانا بالخالق فانظروا معي إلى هذه الكائنات المسخرة بأمر الله عز وجل هذه الجن والشياطين والزواحف والطيور والريح كل هذه الآيات الربانية لتدل على عظمة الخالق عز وجل لا عظمة المخلوق فعليك سلام الله يا سليمان الحكيم وها هو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله أعاد سليمان عليه السلام بناءه أولى القبلتين وثالث الحرمين ليظل هذا المسجد علامة فارقة في حياة كل المؤمنين الكل يحبه وتهفو إليه روحه فسلام الله عليك يا سليمان الحكيم وحتى لا ننسى معجزات سليمان هذا هو واد النمل الذي أمنه سليمان ولم يمر عليه بجيشه معجزة إلهية عظيمة أن يسمع سليمان صوت النمل وهي تنبه باقي النمل لقدوم جيوش سليمان معجزة يجب أن لا ننساها أبدا ترجمة نانسي قنقر 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 وحتى لا ننسى معجزات الله في نبيه سليمان هذا هو البحر وهذه هي السفن وهذه هي الريح المسخرة إنها قدرة الله العظيمة الذي يقول للشيء كن فيكون سبحان الله وبحمده هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام وحتى لا ننسى ما فعله نبي الله سليمان في الحكم في الطفل بين المرأتين ونرى عدله وحكمته وقضاءه بالحق أعاد سليمان الحق لأصحابه والطفل إلى أمه حتى لا ننسى ما فعله سليمان الحكيم عليه السلام ولدي ولدي حبيبي عدت إلي عدت يلاحظني أمك ولدي ولدي الحبيب وحتى لا ننسى معجزات نبي الله سليمان ألا وهي حديثه مع الطير وعلمه بنطقها فهو آية من آيات الله في أرضه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتفرغ سليمان للبناء وانطلقت شياطين الجن تحفر الآبار وتقطع الحجارة من الجبال وأصبح الناس في عمل دؤوب ونشاط واخضرت الصحراء وأزهرت وتجملت حياة بني إسرائيل ولقد اهتم سليمان بجيشه وتسليحه وأمده بالدروع وبالصافنات الجياد ترجمة نانسي قنقر 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 والصافنات الجياد يعني التي وقفت من الدواب على ثلاث قوائم لقد ابتلى الله عز وجل نبيه سليمان حتى يعرف أن الله هو القوي المدبر لكل أمر فلقد مر سليمان بهذه المحنة ليعلم الجميع أن الله هو الذي يملك كل شيء اشتركوا في القناة 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 لحق اليقين اشتركوا في القناة وعاد الهدهد إلى سليمان ليخبره بما رأى من ملك بلقيس اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا